جزاكم الله خير وحسن إليكم أيضا تسأل أختنا فتقول متى يكون وقت صلاة السنة وهي الأربع ركعات التي قبل صلاة الظهر هل تؤدى بعد أذان الظهر المباشرة أم قبل الأذان؟ أيما بأنني سمعت أنه لا يجود تأديتها بعد الأذان وقبل الفرق فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح وراتبة الظهر القبلية تؤدى بعد دخول الوقت بعد دخول وقت الظهر سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن إذا زالت الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغرب دخل وقت الظهر وحينئذ تصلى الراتبة التي قبل الظهر سواء قبل أذان المؤذن أو بعد أذان المؤذن المهم دخول الوقت